السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير على خير وانتم ما كتشاهدوا الفيديو ولكتو اجداد على القناة ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد واللي قدم على القناة كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وشكرا على التعليق الزوين اللي كتحطوا لي في القناة وكتحطوا لي في الفيديوهات وبسم الله انا عندي هنا ايه واحد الكمية ديال القرعة احنا كنديره لحسب افراد العائلة هنا انا ادرك ثلاثة الحبات ديال القرعة اللي غادي نقطعهم بحلقة كنحايد لها هاد الشوشة ديالها وكنحايد لها ذاك الراصل تحتاني هكا وكنقطعها هكا طريفات صغار غادي نجيب واحد المقلة كندير فيها واحد مصكس ديال زيت نباتية هنا هاد القرعة ما غادي شرب لنا الزيت ثم شفتوا معايش حدرت دير الزيت وغادي نديرها هكا كالتقلاء العافية متوسطة بعدما كنقطعوها هكا رقيقة صاحب كنحركوها بحل هكا حتى كنقدو القرعة بحل هكا بوحد سباطولة ديال العود او ديال السيليكون كنصرحوها وكنخلوها هكا تقلاء كندير شوية ديال الملحة باش كتجينا بنينا ومره مره قدي باش فاش كتبدا طيب مره مره بحل هكا كنحركها باش كتبدا طيب لنا كلها متساوية هنه يرا بدات كتبا طيب انتو ما شفتوا معا يرا بدات كتتتحمر بعدما كتبدا تتحمر هكا اللي كتكون تحت في القاعد ديال المقلة كنحركوها هكا الفوق باش كتبدا طيب لنا متساوية ضروري كتكون ادنى عليها صافي غدي نجيبو حد شبكة فاش غدي نحيدها الزيت ديالها راه باقي ما كتشربش لنا الزيت نهائيا ولخفنا هكا من الزيت كنقدروا نديروها هكا في الفران كندهنوها طلاطة شوية ديال الزيت او كنديرو الورق ديال الطبخ كنفرشوه لها وكندخلوها للفران كتشوة حتى هي كتجيزوينة هدي لكتوب حلها كمزروبين كنديرو هات شوية ديال الزيت ما فيها بس كنقلو فيها صافي من بعد ما كنخليها هكا تسقطر مزيان وكتبرد ضروري ما كنخليها هكا تبرد حتى كتولي بدرجة الحارة ديال المطبخ صافي وغدي نجيب هنا واحد الحبة صغيرة ديال البصلة لان ندرس واحد الكيمياء انا قليلة كنقطعها هكا كرقيقة كنقطعها هكا كرقيقة او كنطحنوها بحالة كلها عندنا لها شوار انا قطعتها لان احبها صغيرة ما بايش تزيد ليها هكا بقوة المواعن كنجيب هاد الماطيشة هاد الماطيشة الصغيرة او ماطيشة صغيرة او ماطيشة صغيرة بحل هكا كنقطعها حتى هي طريفات بحل هكا صغار يلا ما عدناش كننقي وحد الحبادية الماطيشة وكنحيدو من الزريعة وكنقطعوها كطريفات صغار صافيو كنديروها ودابر هاد ماطيشة بحل هكا رها بمتوفر في الاسواق موجودة صافيو كنحطع لجن بغادي نجيب ثلاثة الحبادية ديول بيت كنهرس البيض بعد ما كنغسلوهم زيان كندير البيضة التانية وغدي نزيد البيضة التالتة احنا كنديروه هنايا لحسب افراد العائلة صافيو غدي نضرب هاد البيض مزيان حتى كيدضرب ليه مزيان مش كتجي هاد الاكرة كتجي طالعة يعني حتى البيض كيعطاها واحد الاذي كتجي من فوخة وطالعة كندير هنا ينسكس ديال الحليب عفوا واحد الفص ديال التوم اللي تنحكو كندير فص كبير باش كتعطي واحد منسمة في القرعة كتجي رائعة مع القرعة ولكن عندنا الكيمية كتيرة كنديروه كتر منفص ديال التوم لان اللي كنتنسمها هي التومة او كنديرو التومة بودرة على حسب المتوفر وكنزيد نحرك مزيان وغدي نجيب هاد البصلة وهاد الحبيبات اللي هو الماطيشة وكنضيفهم لهاد البيض وكنجيب هنا يا شوية ديال الزيت ونقطع الى عندنا حتى الحامض بحالها كان صير حتى هو نديروه كندير هنا يا واحد جوج معالق ديال الدقيق ندرك المعالق اللولا غدي زيت التالية انا عندي هنا يا معالق ديال الطعام وكندير هنا يا ثلاثة المعالق ديال الزيت البلدية او زيت الزيتون كينسمو وسنحرك باش كنشوف القياس والقاوان هنا كندير واحد نص معالق ديال الخميرات الحلويات هادي كنضيفوها اللي ما بغيناش نضيفوها عير باش كتطلع اللي نهد الأكلة انا ما بغيناش نضيفوها ما نضيفوهاش سفيك نحرك نحرك مزيان عادة باش غدي ندير التوابي وهنا كندير القرعة اللي خلينها حتى بردت وبقات بدرجة الحرارة ديال المطبخ كنضيف هنا يا القرعة وكن عود لنا نحرك غدي نزيد القرعة بحل هكا ضروري ما تكون فيردة باش ما تخسرش لنا هكا الدقيق ما تخسرش لنا البيض هنا عادي نبدأ نتبل انا هنا ما موجودش عندي كندي القصبر والمعدنوس يابس كندي الملح حسب الضوغ هنا ما تنملحوش بززاف لانني درك الملح في اللول في القرعة وتنحرك صافي وغدي نجيب هاد المول اللي كيدخل الفران انا عندي هاد المول هكا الفرضيين الى بغيت يدرون في مول ديال الحلوية بحل هكا او ديال كيك راه كدروها كاملة كدجيتها هي الديدة كدهنو بشوية ديال الزبدة ودردرو بشوية دقيق وكدخلوها الفران انا ادرس هنا هاد المول بحل هكا اللي كيكونوا فرضيين هنا راه ما قدنش هاد المول غدي نرشع ندير مول كبير لان ادرت ستتل الحبات وغدي جيني كتير هنا يا راه ادرت هنا اتناشر حبة قلبتهم هكا في المول كبير وغدي ندير الزيتون بحل هكا عندي زيتون كحل كنزينو بيه وكيعطي في نفس الوقت كيعطي تاونس مزوينة ما غدي نديرو في علاجو من اللوالو بلا فرماج وكدجي لديدة وكدخلو الفران على درجة الحرارة كنشعلو لها من تحت حتى كالطيب وعدا باش كنشعلو لها من الفوق بحل لك نطيبو الكيك كنخليو هنا خمسة وعشرين دقيقة راه كتكون طيبة تمو شفتو معي كيفاش كتجي كتجي من اروع ما يكون وكتجي لديدة ما نقولش لكم جربوها كتجي لديدة بززاف وعندي هكا هاد المول الفرضي هادو ديوت السيليكون راه رائعين ما كيلسقوش مكان دهنوهم موالو ما كيلسقوش لنا لا كيك بحل هكا لهاد الاكلات صغير ردي نقدموهم الصحة والراحة نقدروا نقدموهم هكا مع عاصر او مع وشي وجبه بحل هكا نزينو بهم الطابلة دينا ووليدتنا اللي ما كانوش تيكلو هكا القرعة راه تيكلوها بلم يحسوا بها كتجي مو ملاحات رائعة بحل هكا تمو شفتو معي كيفاش كتكون القرعة الداخل طيبة ومطيشها كتجي لديدة وما تنسوش الى عجبكم الفيديو ما تنسوش شرقوا في القناة وتضغطوا على الجرس بجدائما ان شاء الله تتوصلوا جديد وكنقول لكم صحة والراحة وانا انتقص معاكم وحدا كنقول لكم راه بنينا وصحة والراحة وغادي نخليكم مع الصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة